زعلان اتمنى ان المجلس اتمنى ان المجلس يعني يبقى اكثر يعني حرص على اداؤه وعلى ممارسته شيء يسعدني انا ما ازعلنيش يعني ما عنديش ما عنديش لعقد ولا حساسية اتمنى ان ربنا يوفقهم وينجحهم وخصوصا احنا بنتكلم على قضايا كثيرة جدا تخص الناس عندنا مشاكل انا عايشها لان قدامي الورق لغاية النهاردة وانا في مكتبي برضو قاعد بمص واشوف يعني واشوف اساعد ازاي اساعد بعض من النواب اللي يعني بين تفاهمات من خلال بعض من تحالفات زي تحالف حق الشعب يعني اللي هو بيرقاس اخونا المنصق بتاعه مصطفى كمان الدين حسين عندي حاجات كتيرة محتاجة الدهالهم لانه مش مهم مين اللي هيؤدي او مين اللي هيقدم او مين اللي هيتكلم فيها عندنا حاجات محتاجة فيما يخص الغلاء واصحاب المعاشات وانا الموضوع ده موضوع مهم لانه محتاجين شوية نعمل لهم علاوة غلاء لاصحاب المعاشات العمال وخصوصا نحن داخلين على قوانين خاصة بالحريات النقابية وما الى ذلك والتنظيم بتاعهم الفلاحين وظروفهم اللي انا عايشها وعارفها من اللي بسمعه محتاجين برضو نبص عليهم الاطباء لغاية دلوقتي عندنا مقررين الاطباء وللصيادلة بدل عدوى وبحكم محكمة او الان لم ينفذ الف جميع يعني حاجات كتيرة جدا لو حبينا نتكلم فيها ثم في قضايا بقى وطنية قومية كبيرة محتاجين برضو نبص عليها زي موضوع مياه النيل وسد اسيوبي موضوع غاية في الاهمية بتكلم عن مستقبل اللي جاي موضوع خطير ومهم جدا وده لابد انه الكل يتكاتف مع الدولة الرسمية الرئيس والحكومة لانه يعني احنا الان ولسه ما فيش لسد ولا في حاجة وهناك عجز مائي خطير والناس عندها مشكلة في ري اراضيها وفي اه اه يعني اه اه موجود المية الكافية يعني انت بخروجك من مجلس النواب لانت توقف عن العمل العام وعن الاحتكاج بمشاكل ما اعتقدش ما اعتقدش ان انا هتوقف لانه دي حاجة انا بحبها وحاسس ان انا يعني اه يعني اه اطعت فيها جهد وخبرة وصفر كتير ومؤتمرات وندوات يعني عندي من التجارب والخبرة اللي احب ان انا يعني افيد بيها اه بلدي وافيد بيها كمان زميلي وافيد بيها اه الحزب اللي انا فيه وافيد بيها كل ما انا هو سؤالات سؤالات